بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله الله تبارك وتعالى يقول وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ هذه الكلمة شككوا بها وقالوا كان الناس قديما يعتقدون أن النجوم هي مثل المصابيح المعلقة الصغيرة كانوا يعتقد الناس أن حجمها صغيرا وأنها تزين يعني هي زينة للسماء هكذا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذه الثقافة المنتشرة في ذلك العصر ووضع في القرآن ربط كلمة الزينة في بعض الآيات بالسماء أن هذه عبارة عن كرات صغيرة معلقة تزين السماء الحقيقة أحبتي في الله حتى أنني سمعت أحد المشككين وهو لا يفقه شيئا في علم الفلك طبعا وليس متخصصا يقول إننا إذا خرجنا خارج الأرض نرى النجوم كلها بلون واحد مثل الشمس بيضاء مثلا أما على الأرض فهذه الألوان تحدث بسبب الغلاف الجوي بسبب أن الغلاف الجوي طبقات الغلاف الجوي تؤثر على الأشعة القادمة إلى الأرض وبالتالي تظهر بعض النجوم بألوان مختلفة أحببت اليوم أن أعرض صورة من مرصى ذهاب للفضاء أخذت من خارج الأرض لنرد على هذا المشكك وغيره نرد عليهم ونقول هذه الصورة من وكالة ناسا التي تؤمن بها مأخوذة من خارج كوكب الأرض تعلمون أن مرصد هابل عبارة عن مرصد مركب على قمر الصناعي يدور حول الأرض على ارتفاع ألاف الكيلومترات وطبعا هو وضع خارج الأرض ليتحاشى تأثير الغلاف الجوي فالصورة التي سنراها الآن أيها الأحبة طبعا هذه الصورة هي جزء صغير من قلب مجرتنا هذا الجزء الذي سنراه الآن يبعد 26 ألف سنة ضوئية باتجاه مركز المجرة 26 ألف سنة ضوئية لتوقض من خارج الأرض طبعا السنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء في سنة كاملة يعني بحدود 9.5 مليون مليون كيلومتر السنة الواحدة 9.5 مليون مليون كيلومتر يعني هذه المسافة ستبلغ بحدود 25 ألف مليون مليون أو عفوا 250 ألف مليون مليون كيلومتر إذن المشهد الذي سنراه الآن أيها الأحبة أنا أحب أن أظهر لكم هذا المشهد كبرته قليلا لنراه بشكل واضح انظروا هذا هو قلب مجرتنا انظروا إلى الألوان أيها الأحبة وأنا طبعا هذه الصورة أخذتها تماما من موقع وكالة ناسا للفضاء التقطت بواسطة مرسد هبل الفضاء ونلاحظ نجوما بالفعل هي زينة باللون الأزرق أنا أرى أمامي الأحمر أحيانا الأخضر أحيانا البنفسجي النيلي الأصفر برتقالي ألوان زاهية انظروا انظروا يا الأحبة متعوا أنظاركم لو خرجنا خارج خارج الأرض وكان لدى أعيننا قدرة مثل هذا التليسكوب الضخم تليسكوب هبل سنرى هذا المشهد سنرى هذا المشهد أيها الأحبة دعونا نكون منطقيين من يستطيع حقيقة أن يصف من يستطيع أن يصف هذا المشهد بهذه الدقة ولقد جعلنا في السماء بروجة وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم وزيناها للناظرين هذه الألوان يقول عنها العلماء عندما حللوا الطيف الضوء الصادر من هذه النجوم وجدوا أن درجة الحرارة التي يبثها النجم يعني الحرارة السطحية لهذا النجم ليست متساوية لكل النجوم بالنسبة لشمسنا درجة حرارة سطحها بحدود ستة ألاف درجة مئوية وهي تظهر بهذا اللون الذي نراه تقريبا لون الأبيض المصفر قليلا بينما هذه النجمة الزرقاء مثلا هذه درجة حرارتها بحدود عشرة ألاف درجة مئوية وأكثر تظهر باللون الأزرق هنا نجوم باللون النيلي النيلي يعني البنفسجي هذه درجة حرارتها عالية جدا النجوم الحمراء هذه درجة حرارتها منخفضة أقل من شمسنا تظهر باللون الأحمر لأن اللون الأحمر أيها الأحبة كما تعلمون له درجة حرارة منخفضة قياسا للمقياس الإشعاعي الذي يعرفه المتخصصون طبعا أن كل لون له درجة حرارة أقلها الأحمر وأعلاها البنفسجي واللون الأبيض لون الشمس يقع فيه المنتصف سبحان الله فسبحان الله يعني أنظروا هذه الصورة من يستطيع أن يصفها لنا في ذلك الوقت ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحافظناها من كل شيطان الرجل من يستطيع أن يقول هذا الكلام أو يدعي هذا الكلام إذن هذه الصورة تثبت أن السماء مزينة بالفعل وصورة مبهجة كما رأينا ألوان زاهية بسبب اختلاف درجات الحرارة وأن الوصف القرآني دقيق جدا لهذه السماء وبالنسبة لكل ملحد يريد أن يشكك بهذه الآية بعد هذه الصورة لن يجد ما يشكك به لن يستطيع أن يقول أن سبب الألوان المتلألئة للنجوم هو الغلاف الجوي أو هو تأثيرات أخرى لا، هذه الصورة من خارج الأرض لذلك أيها الأحبة والله يعني هؤلاء الملحدون يعطون أفكاراً يعني هم يخدمون الإسلام من حيث لا يدرون لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً لا يمكن أن يجعل الله لملحد على كافر أي سبيل أو طريق أو حجة كل الحجج التي أتى بها الملحدون القرآن فندها وبحمد الله نكتشف معجزات قرآنية ترد على كل مشكك وتثبت لمن يبحث عن الحق تثبت أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي قال فيه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وأخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر